يلجأ منتج فاكهة التفاح بولاية باتنة إلى تثبيت شبكات خاصة فوق بساتينهم من أجل توفير الحماية من أضرار البرد لكن غلاء أسعار هذه الشبكات منع الكثير من الفلاحين من استعمالها وفي الوقت الذي لم يتمكن فلاحون آخرون من تغطية بساتينهم بالشبكات المضادة للبرد مطالب متكررة من أجل إدراج هذه الشبكات ضمن برامج الدعم الفلاحي أصل خيرها مما هاشك ترعيد ديس ما شاء الله ولكن دعوثي غلاي عمل فيلي ديس الفيت بزاف بالصح البعض يقدرات شي قال الله يبركوا البعض اللي يقدرشا عن الطلب شي للسلطات المعنية في وزارة الفلاحة أغنذيك تسهيلات وغنذيك الدعم أطلبوا من ربي ومن دولتنا تعاوننا باش نانديروا لا 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 الفيلي تعاوننا على الفيليات راهم غاليين علينا كاينين جمعة لي عندهم داروا لي ما عندهم شي راهمي راعي والربي كما احنا رانا الرعي والرب العالمين والرعي والدولة يذكر أن شبكات المضادة للبرد تكاليفها مرتفعة جدا لا يقوى عليها الكثير من الفلاحين